في الوقت الذي تجد فيه الحدائق خلال درجات الحرارة العالية أقبلاً كبيراً لسيماً في المساء تسارعت وتيرة افتتاح الحدائق في الرياض حيث أنشأت الرياض خلال العقود الماضية 660 حديقة تسع الرياض لمضاعفة الرقم 6 مرات لم تمنعهم درجات الحرارة العالية من ممارسة الرياضة مع قرب مغيب الشمس المسطحات الخضراء في حدائق الرياض وجهة الهاربين من درجات الحرارة العالية بمختلف الأعمار الطبيعة الخضراء الشجر النباتات هذه تفرز الأكسجين في الفترة المسائية فهذا يعطي الجو بارد شوي ما في شك الجو جداً ممتاز هنا تستنشق الهواء أكسجين تشوف الناس يعطونك طاقة إيجابية لمواجهة درجات الحرارة العالية وأيضاً تحسين جودة الحياة خلال فصل الشتاء تعمل الرياض على توسيع الرقع الخضراء من خلال إنشاء عدد كبير من الحدائق خلال الثمانية أشهر الماضية تم إنشاء 37 حديقة وافتتاحها كما هذه الحديقة بمعدل ثلاثة إلى أربعة حدائق يتم افتتاحها شهرياً للوصول إلى الهدف وهو أربعة ألاف حديقة في أحياء العاصمة خلال الفترة القادمة بين السكان تحتفي أمانة الرياض بافتتاح 20 حديقة جديدة بحضور كبير يحيى عسيري وجاره الألماني لم يعلموا عن الافتتاح لكن أنوار الاحتفاء جاءت بهم ليكتشفوا حديقة حيهم الجديدة حدائق جديدة يتم افتتاحها هنا نحن متحمسون جداً لذلك حيث سنقضي رفقة عائلتنا وأصدقائنا وقتاً ممتعاً هنا أسلوب جديد اتبعته أمانة الرياض لإنشاء الحدائق في أحياء العاصمة بعد الوصول إلى 660 حديقة اليوم الفرق في هذه الحدائق التي استفتحناها مؤخراً فرق في المواد المستخدمة المواد اليوم التي استخدمناها من البيئة المحلية سواء من حجر الرياض أو غيره من التفاصيل اليوم الأشجار أيضاً المستخدمة والنباتات والشجيرات كلها تتناسب مع البيئة المحلية حدائق الرياض الأربعة آلاف المتوقعة خلال السنوات القادمة يتصدرها المشروع الأضخم حديقة الملك سلمان فضلاً عن زراعة أكثر من سبعة ملايين شجرة ضمن ودرة الرياض الخضراء لتعود الرياض إلى رياض عبد المحسن الحربية العربية الرياض لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر